اشتركوا في القناة وألقت سعدة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى كلمة أكدت خلالها أن مملكة البحرين استطاعت تقديم نموذج متميز يحتذا به على المستويين الأقليمي والدولي في ملف إدارة أزمة جائحة كورونا على كل المستويات وفي مختلف الأبعاد التي أثرت عليها الجائحة وأشارت إلى أن الاجتماع التشاوري اكتسب وهمية في ضرورة التوصل إلى رؤى وتصورات مشتركة بهدف خلق تضامن برلماني شرق أوسطي أفريقي يدفع باتجاه تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون